السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ازايكم يا حبيبي يارب تكونوا بصحة وبخير وحشتوني جدا يارب تكونوا بصحة واحسن حال معلشنا اتأخرت عليكم شوية ان انا نزل بقيت يومياتي بس انا كنت واخدة دور كده برد وتعب شوية وما صورت الكوش حتى يوم ما رحت للدكتورة لكن هقولكم دلوقتي كانت النتيجة ايه لان يوميا كنت راحة متأخر والوقت يعني كان يعني متأخر قوي فما لحقتش اصور الحمد لله طبعا النتيجة كانت حلوة جدا طبعا الدكتورة فرحت قوي قوي بال بالانا وصلت له يعني اول حاجة الحمد لله انا كان عندي مشكلة ان العدل عندي كان قليل فطبعا زد كيلو عدل فكانت الدكتورة فرحانة جدا دكتورة جلا وقيت لي برافو عليكي وده حاجة حلوة جدا لان انتوا عارفين ان العدل كل ما حيزيد كل ما حيزيد معانا يعني حر الدهون وحر الجسم تاني حاجة بردك نزل بردك كمية من الدهون وده كان بردك شيء يفرحني والحمد لله انا كنت مبسوطة جدا بجانب بقى هو الميزان ما نزلتش كتير لكن كان بالنسبة لي اختلاف المائس وهو ده اللي انا عايز اكلمكم فيه النظام اللي احنا مشينا عليه هو نظام صحي حلو جدا متوازن وبتاكلي اكل صحي وكمان في نفس الوقت احنا بنكل من اكل البيت زي ما انتم شايفين بس بتعمله بطريقة صحية بطريقة حلوة يعني بتبقى شكلها لذيذ بتشجعك بتخليك تكملي وتستمري وبنشجع بعض كمان حاجة مهمة جدا عشان نجاح الضايت معاك عشان انا بيجيلي على في التعليقات طب يعني مسلا اكل وقبتين او ويعني اسئلة كتيرة فالنظام ضروري ان انتي تشوفي احتياجات جسمك ايه الجوع الكتير يعني الناس تقولك اكل وقبة بس وابدأت طول اليوم اشرب سوايل ده مش صحي انتي تشوفي احتياجات جسمك ايه وفي نفس الوقت ما تجوعيش نفسك لان انتي لما هتجوعي هيبتدي معدل حرقة عندك هيقل حترجعي تاني مجرد ما هتاكلي الجسم هيبتدي يخزن الدهون وتزيجي دي حاجة مهمة كمان من نجاح الضايت معايا هو الشرب المية على قد ما تقدري اشربي مية اشربي مية زي ما قلتلكم قبل الفطار كوبايتين بعد الوجبة كوباية قبل حتى الاسناك كوباية وزي ما قلتلكم اكتر مرة وانتي بتتوضي جاهزي كوباية يعني حطي كده يعني خطيتك من اتنين لتر للتلاتة لسل طبعا احنا داخلين كمان على فترة السيف فالجو حر فعايزين يبقى في عرق فعايزين نعوض اللي هنفقده دي نقطة مهمة نقطة المهمة وفعلا بقى اللي هي جابت معايا نسيجة هي المشي وانا قلتلكم انا كنت بنزي اليوم ويوم لما مشيت بقى حوالي اربعة وخمس ايام يوميا وكنت باخدهم يعني مثلا تقريبا من نص ساعة لساعة لربع وبعد مرة وصلت لحد ساعة فده كان يعني هو ده اللي كون معايا عضل في الفترة بتاعة الضايت اللي هي الاخيرة على فكرة انا الضايت بتاعي بيكون من عشرة ايام لأربعتشر يوم يعني ما بروحش كل اسبوع لكن انا بنزلكم مثلا تقريبا ثمان ايام الثمان ايام دولي انا ممكن بقرر يومين منهم يعني اقرر فيهم كم يوم فاهميني فانا طبعا مش مقولي هكررلكم نفس النظام يعني بقرر نفس الوجبات هي هي فعشان كده ما بنزلكوش الايام اللي انا بكون مكرره كمان حاجة مهمة جدا النوم النوم الضروري قوي قوي انك تنامي اقل حاجة سبعة او ثمان ساعات متواصلين او ست ساعات بس يكون فيهم نوم عميق يعني نوم في مكان هادي كده عشان الهرمونات بتاع الجسم اللي بتشتغل بالليل تقومي صحيا كويسة وتقدر ان انت تقومي تشوفي الوراكي تشوفي روتين بيتك تشوفي لو بتشتغلي اه كل الحاجة طيب عايزين نتكلم بقى على النظام الجديد النظام الجديد بقى اللي انا حمشي عليه طبعا بما ان الدكتورة لقيت ان في عضل فقالت لي لق بقى احنا هايزين ايه نزبط العضل عشان نساعد العضل اكتر ان هو يزيد لكم يومياتي فيه حيكون ماشية ازاي من بردك فطار وسناك وغدا وعشاء ولو في سناك تاني بردك هنزله لكم يعني الدايت الجاي ده ممتع جدا 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 فاتمنى ان شاء الله ان النظام يعجبكم واتمنى طبعا ان تكتبوا لي في التعليقات حبين اليوميات وبنزل طبعا هنزلك وصفات حلوة بردك صحية وحشتوني جدا واتمنى يا رب ان انتو تستمروا اهم حاجة ان انتو تشجعوا نفسكو تشجعوا نفسكو جد قبل دخول احنا انت خلاص تخلينا عالصيف يعني بس شجعي نفسك اكتر واكتر ما تضعفيش ما تتكلميش كسير ان انا بعمل دايت حاولي كمان نقطة مهمة جدا عايزين نتكلم فيها وهي ان عشان تحسسي نفسك بالشبع ابتجي الوجبة صح يعني ايه بتجي الوجبة صح يعني انا لو خدت كبيتين مية قبل كل وجبة يعني خدت كبيتين مية قبل الفطار هبتجي قد الطبق بتاعي طبق بتاعي زي ما انتو بتشوفه هيكون فيه بروتين وهيكون فيه خضار وهيكون فيه مثلا كرب لو اليوم دوت فيه نشويات هبتجي بايه دايما ابتجي بالسلطة اللي هي الخضار الالياف عشان تشبعني اكتر وبعد كده ادخل على ايه هدخل على البروتين يبتجي برضك يشبعني اخر حاجة بتكون هي الكرب فهنا لما بيدخل الجسم او الماعدة يعني لما بيوصل لها اول حاجة الصلطة والحاجات الخضرة ديت او الحضروات يعني دي اليوم فبتنزل في المعدة فبتعمل ايه زي جدور كده في المعدة فبتحسسك بالشو دي نقطة مهمة جدا بتيجي زي بقولك كده بترتيب يعني ما تدخليش الاول عن نشويات على فكرة نشويات هي مش بتشبعنا لان نشويات دا احنا تعودنا عليها من واحنا صغيرين لكن لما فيه يوم انا بمنع فيه نشويات او يومين انا ما بحسش بجوه ببقى خلاص تعود هنزبط طبق بتاعنا زي ما اتفقنا هيقلل معنا الالتهابات في الجسم تاني حاجة كمان هيقلل معنا مقاومة الانسولين وما تبقيش في نفس الوقت عرضة ان انت يجيلك مرض السكر دي نقطة مهمة نقطة كمان مهمة جدا اللي هي تمرين التنفس وانا دي صراحة طبيعت الدكاترا كتيرا واتكلمت عنها ولقيت نتيجتها حلوة جدا تمرين التنفس اكتبي كده على سرش كده على جوجل هي تمرين التنفس هي بتبقى سهلة جدا مش عارف عاملها لكم يعني زي ما بتكون يبتاخد نفس وتجي تشفطي بطنك جدا جدا لجوه لمدة مسلا اول كده بتجي كم ثانية وبعد كده هطلعي زفير يعني بناخد شهيق ونطلع زفير ودوت بيبقى تمرين اهم حاجة الصبح على الريق تاني حاجة ممكن بقى في خلال النهار وكمان قبل النوم الحاجات ديت حلوة جدا هي حاجات بسيطة احنا هتخيلها كده حاجات بسيطة لكن على فكرة لها تأثير حلوة انا بقول لكم ديت يعني الحاجات اللي انا جربتها كمان انا بقول لكم ان ديت المتوازن هو ده اللي انا ريحني دلوقتي لان انا باكل من اكل البيت وبحاول ان انا الدنيا غالية والاسعار غالية فانحاول ان احنا بنقتصد على قد ما نقدر ويبقاش عامل النفسي اكل والبيت اكل عشان انا كمان ما يجيش وقت ان انا بازها تمام اتمنى النهاردة ان الفيديو يكون عجبكم وعايز بقى اقول كلمة كده شكر بجد 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 لكل حبيبي اه ومتابعيني اللي هما في القناة بشكرهم جدا ان هما سألوا علي وخصوصا بقى انا لازم اذكر اساميهم لان هما بجد يعني قلقوا علي قوي علشان هما متابعيني وكل فيديو انا يعني مشتاقة ان الاقي طبعا تعليقهم الحل وهم كمان بيبقوا بردك من كلامهم بيبقوا عايزين يطمئنوا علي ويقولولي ان احنا بنبقوا مستنيني حول اساميهم بقى عشان ايه يعني اديهم حق فاطمة فارسي وعائشة محمد ونايس تمورو وكمان يا ربي مش عايزة انسى حد وبس مراجي ونور هما دولي بجد يعني حبيبي جدا وكل القناة كلها بحبهم والله بحبكم كلكم في الله بس دولي بجد يعني ناس سألت علي واهتمت كتفين فانا بحبكم جدا بقيتوا حاجة كبيرة جدا في حياتي اتمنى طبعا ان احنا نكون مع بعض دايما واتمنى ان انا اكون يعني بقدم لكم حاجة بسيطة تفتكوا ويكفيني اكتر حاجة هي الدعا والكلام الحلو اللي باخده منكم اه اتمنى الاول مرة يشوف القناة ياريتوا يشترك في القناة ويفعل الجرس واللايك اهم حاجة عشان الفيديو يترفع وكل يستفيد والنظام يعني الناس كده بتيجي نهاية تشوفه ونبتيجي نخس قبل دخول السيف الجامد يلا تشجعي يلا حبي نفسك وضلعي نفسك وعيشي بصحة اهم حاجة بصحة جيد اشوفكم فيديو جديد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة